واخيرا بعد طول انتظار شركة فورتنايت اعلند على حسابات الرسمية على السوشال ميديا ان السيارات قادمة معنا يوم الاربعة بتاريخ خمسة ثمانية الفين وعشرين بس قبل هيك لحيكون فيه تحديث وهذا التحديث لحيكون بالنسبة عننا للوطن العربي له اوقات وانا اللي حقل لك بالنسبة لهذا الفيديو امتل حيكون وقته بالضبط بالنسبة للوطن العربي بنحقل لك عن بعض الاصلاحات اللي احتجي بهذا الابديت او بتحديث 13.40 غير نزول السيارات تحيصير بعض الاصلاحات بالنسبة لهذا التحديث فبتعرف انت ازا اول مرة عندك شاء الفيديو على القناة يا رجل تشترك وتفعيل زر الجرس وتحط لايك والقصص الحلوة هي بتشكر كل شخص على الدعم الخرافة اللي عندي بالقناة اخر فترة شكرا لكم كل ياتكم وكون الدعم بالاتم شوب نيمو تس سعب ويلا ما بعض فلا والله بسكان التابة الارضية وفيديو جديد. على مبدئيا يا شباب بالنسبة لتحديث 13.40 حقلك انت وباله حقلك بعض مننا عن الاصلاحات وعن بعض الاشياء بالنسبة لهذا التحديث. يا شباب هذا التحديث ان شاء الله لحيجي معناه يوم الاربعة تاري 5.8.2020 يعني بعد يوم من تلجيل هذا الفيديو بالضبط ان شاء الله هذا التحديث لحيجي معناه ساعة 09 الصبح والساعة 10 الصبح بالنسبة لمصر وسعودية. نفس كل مرة ما في اي شي جديد بالنسبة للوقت قبل هيك كان عم يعمل التحديس او عم ينزل التحديس بدري اكتر من هيك بكير ولكن تحديس 13.30 اللي قبل هذا التحديس نزل معنا لحينزل معنا هذا التحديس نفس وقت التحديس الماضي بالضبط يعني نفس التحديس تبع 13.30 هلا حاليا 13.40 اللي حينزل بنفس الوقت يعني بمصر الساعة عشرة وبسعوديا الساعة تسعة يعني بها الاوقات هي من التسعة للعشر هذا هو بالنسبة للتسريب لانه التسريب بيكون دائما غير دقيق بالوقت انه ما بيقل لك من الوقت بالضبط يعني متوقع مسلا بقل لك تسعة الصبح ممكن ينزل تمانية الصبح ممكن ينزل عشرة الصبح بقل لك عشرة الصبح ممكن ينزل تسعة الصبح ممكن ينزل ادعش الصبح يعني بتكون في ساعة بيناته وانا طبعا يعني انا لحكون عامل بس مباشر على الفيسبوك اللي تظهر امامك نيمو تلاتة او ونفس اللوغو بالضبط تبع اليوتيوب انا لحكون عامل ان شاء الله بس مباشر وبنزل فيديو بقلك فيه عن التسريبات وعن الاشياء اللي داخل اللعبة دخلت معنا بالتحديث وعن التسريبات اللي جوات الملفات بشكل عام يعني وبعد مننا ان شاء الله لح اعمل بس مباشر مباشرة عن السيارات ونجرب السيارات مع بعض. بعد هذا التحديث يا شباب اللي هو 13.40 لحينزل معنا السيارات بشكل مؤكد لانه شركة فورتنايت عالسوشال ميديا عالتويتر وعالفيس وعالانستجرام وبكل مكان حطت صورة السيارات وكتبت حطت بوستر يعني عشكل سيارات وكتبت فيه انه التحديث او السيارات قادمة معنا بشكل عام بتاريخ خمسة ثمانية الفين وعشرين بس حيكون في يعني حيكون في التحديث اللي هلأ انا ذكرتلكون يا وبالنسبة لها دونالد ماستر يا شبابو هاد الشخص مجرد ما هو يعمل شير او يعمل اعادة تغريدة لاي شي كان خلاص يعرف انه هو هاد الموضوع معنا مية بالمية وصحيح لانه دونالد ماستر اللي هو رئيس التنفيزي وكاتب قصة فورتنايت بابك جيمز شارك هاي الصورة وكتب عليها انه شغل محركاتك هلا هيك الموضوع صفي معنا مية بالمية وقادمة معنا السيارات بشكل اساسي ان شاء الله بالنسبة للاعبة فورتنايت بس هلا خليني حكي لكم بالنسبة للاصلاحات اللي هتصير بتحديث 13.40 ممكن ممكن للناس تهتم ملا بس لازم تضل موجودة على الفيديو لحتى نعرف شو صار تطورات باللعبة وكيف تمت اصلاح بعض التحديثات على اول شي بالنسبة للاصلاحات اول اصلاح اللي هيكون معنا للعبية الكونترولر هدول الشباب بتلاعينو عم ملعبوا بالكونترولر وبطلع زر الماوس ابيطلع شعار الماوس بالنسبة لهم بنص الشاشة وبطلع هنه عم ملعبوا وشعار الماوس ما ميروح ابدا فادا الشي اللي هي تمحله والمشكلة اللي بعدว اللي هي اللي هي اللي لما انت تطلع بالدوامات او بد Lars هذا يا شباب معنا من لحد هاي اللحزة. لحد هاي اللحزة ما كان يتصلح ابدا انك انت بتاخد لانشباد وبتصير بتمشي ببطء بالجو او هيك بالسماء انتم ماشي فيها بتمشي ببطء وبتلايزر. هاد اكتر شي اشتكوا منه لعبين الارينا هدول الناس كتير بيعانوا من هذا الموضوع. هلأ والحمد لله واخيرا حنت علينا شركة فورتنايت ولحد حللنا هاي المشكلة يا شباب. طبعا هاي المشكلة كلاهاتنا بنعرفها اكيد كلاهاتكم مارين فيها. وبالنسبة للمشكلة الثالثة اللي هو خط الاكس بيه اللي بيكون موجود اسفل الشاشة انت وعم تلعب. هذا الخط دايما بيكون او احيانا بيختفى لبعض الناس. مو بيورجيك اكمال المهمات ومو بيورجيك تقدمك بالليفل تحت. هذا اللي حيتم حله ان شاء الله معنا بهذا التحديث. ومعنا حل مشكلتين اللي هنم بالتحديات بالاسبوع الاول. الاسبوع الاول اللي هو انك انت لازم تطلع بالدوامة. بعد منها بتروح على منطقة عند هايدرا ستتعاش تعريبا. وبعد ما اطلع من الدوامة بعشر ثواني لازم تدمج شخص او تقتل شخص على الاخر. هذا يا شباب كان التحدي واقف عن بعض الناس لحيتم حل مشكلته لهذا التحدي. وتحدي التاني اللي كان في مشكلة انك انت لما تنزل بمنطقة فرنزي او تنزل بمنطقة اللي اختي اللي هي القارب. هدول الاتنين احيانا بتنزل فيهم لازم تضلتو بخمسة وعشرين. بعض التحديات الاسابية هيك طلبوا منك. ففي بعض الناس عم تعاني من موضوع انه انت عم تنزل بخمسة وعشرين وما منحسب اخر شيء التحدي وعم يضل مجومس التحدي. لحيتم حل هاي المشكلة او حل هالي التحدي بهالي التحديس. واخر مشكلة معنا اللي هي مشكلة احيانا لما ترميه او لما تشرب ومصير بعض الكلتشات لما ترميه ما الصراحة ما واجهت هيك بس لحيتم حل هيك لو انت ما رأت بهيك كلب بتاحت بالتعليقات شو هو هذا اللي اللي عم يصير بشكل عام يعني. فهذا هو اللي حيتم الاصلاح طبعا. هيك بيكون حكينا عن كل شي اللي حيتم اصلاحه بلاعبة فورتنات بيهر التحديس. وعن موعد نزوله. موعد نزوله متل ما حكينا. متل اي وقت كان بالنسبة لتحديس 13.30 اللي قبل هاد. انت حاول تذكر انت التحديس الماضي وبتعرف. الموضوع بسيط. مشان ما انا قعد اهبد عليك قلك ساعة بالضبط او ساعة معينة. تجي انت اخر شي تلاقي قبل او بعد. تذكر انت التحديس الماضي عندك كان. وساوي. انا عندي كان التحديس ساعة عشرة الصبح. عشرة الصبح ان شاء الله بنزل التحديس مع بعض. وبفتح بس مباشر وبعمل فيديو على اليوتيوب وبقلك فيه عن التسريبات بداخل ملفات اللعبة. وبنفتح على الفيسبوك بس مباشر ونجرب السيارات مع بعض. متمنى تكون استفرت وستمتعت بهذا الفيديو. بعض المعلومات الخفيفة عن التحديس وعن السيارات. متمنى والاسس الحلوة بتشكركم كلها تكون على الدعم. وترككم مع مقطع صغير للجيم بلاي نهاية هذا الجيم بلاي. ترجمة نانسي قنقر 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 لا 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 أزغي بوناس كروب يا مرسي